لم يكن أحمد خذير يعلم أن نزهته مع عائلته في إحدى مناطق النجف ستأخذ منعطفا مأساويا بعد أن استضمت مركبته بقنبلة عنقودية من مخلفات الحروب ورغم مروري نحو عقدين من آخر حرب على العراق إلا أن آثار مخلفاتها مازالت قادرة على التشويه والقتل أصنع من بداية التأسيسة واللي حد الآن يستقبل كل حالات العواق وباستمرار قسم من المخلفات السابقة الحرب العراقية الإيرانية وقسم من المخلفات حرب الخليج وقسم من الاحتلال واللي حد الآن السلطات في النجف تعمل بشكل دوري على تطهير المنطقة من الألغام فقط في عام 2018 رفعنا 632 مخلف حربي في محافظة النجف فقط أما عن الأعداد في العراق وشكل كامل كشغل لمديرية الدفاع المدني عن كافة المحافظات فأنا أجزم لك أنه بالآلاف آلاف المخلفات الحربية بعد أن أمنوا السماء التي أمطرت عليهم سوارخ وقنابل يأمل أهل النجف أن لا تهتز الأرض من تحتهم